تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت حلقة اليوم شوي يعني ربما مناسبتها غريبة كنت قبل أيام بحكي مع صحاب إيدي وهيكا وبنتذكر أيام الشباب والطفولة وأيام حتى المدرسة كنت شوي مدمن ألعاب بلاي ستيشن تحديدا عن بلاي ستيشن وان فكنت ألعب لفترة طويل لعبة اسمها كراش بطريقة كبيرة جدا جزء الأول والثاني والثالث وكانت يعني لعبة شائعة والأكثر اللعب انتشارا في العالم وقتها فقالي بتعرف أنه ملزلوا لعبة كراش باندي كوت مرة تانية بعشرين عشرين يعني بعد اثنين وعشرين سنة من التوقف آخر مرة أنا لعبتها بالتمانية وتسعين فوالله الواحد يعني بتعرفه حاب يرجع صغير شوي حاب يروح يشتري اللعبة فروحت اشتريتها وجبتها عالبيت وقعدت ألعب والواحد بيلعب شوي شوي بلش تجي انه يتذكر يعني انه أوف اثنين وعشرين سنة كنت مهوس كرة قدم وبحث الكرة قدم وكنت أيضا بصراحة بلعب كثير يعني بلاي ستيشن فقال مع الزمن هذا اثنين وعشرين سنة شو صار فيهم فقالي نعمل فيديو نتذكره من التمانية وتسعين دا عشرين عشرين كل سنة هيك أنا بحكي عشوائيا شو الصورة الأولى اللي بتيجع باني يعني ممكن أنسى حدث مهم جدا للعلم يعني من هذا اللي بقولكم انتو عدلوا في التعليقات وحكوا للأحداث اللي بتتذكروها سنة بسنة لانه خلص أنا بدي أحكيها كرة واحدة سنين ورا بعض وبالنسبة للعبة حترك لنا كل اللعبة اللي بدون يتعرفوا عليها ويشوفوها من الجيل الجديد حتركوا في التعليقات إن شاء الله ونبدأ الحلقة بعد قليل حنمشي من التمانية وتسعين لعشرين عشرين أذكر صور بس صور مش أحداث مش لقطات صور أنا هيك بتذكرها في ذاكرتي من آخر مرة لعبت كراش لأول مرة عم بلعبها الآن من جديد من التمانية وتسعين لعشرين عشرين تمانية وتسعين أشهر صورة بتذكرها على طول راس زيدان أمام البرازيل وهدف قادل فرنسا لكأس العالم تسع وتسعين بالتأكيد الجميع بيتذكر الرومونتادة تاعتمان يونايتد شيرينجهام سولشاير وأنا بتذكر احتفال سولشاير بالهدف الثاني كصورة في بالي أما عام الفين فكثير بيجي عبالي على طول هدف تريزيغي في إيطاليا هدف معروف وأهدى فرنسا لكأس أمم أوروبا عام 2001 على طول بتروح ذاكرتي على كانيزاريس والبكاء بعد خسرت فلنسي أمام بايرام يونيخ في نهاية دور الأبطال بألفين واثنين أول ما تقول ألفين واثنين بتذكر رونالدو خلص رونالدو البرازيلي قصته الغريبة واحدة منهم والشي ثاني هدفه أمام أوليفر كان بعد خطأ أوليفر كان الشهير على طول بروح على ألفين واثنين بهذه الطريقة أما في ألفين وثلاثة فأول صورة بتجي عبالي هدف ندفد بريال مدريد وطريقته بالاحتفال هدفه اللي إجع على الطاير بشكل جميل جدا وأهدى يوفنتس تآهل النهائي اللي يخسره أمام ميلان بركلات الترجيح هذا ألفين وثلاثة أما بألفين وأربعة فأنا على طول بروح على اليونان اليونان بتحديدا أكتر شي بيجي عبالي لما أتكلم عن ألفين وأربعة بتكلم عن هدف اليونان في فرنسا تحديدا ونظرة بارتيز وتأمله بالكرة وهي بتذهب لشباكو وراء الواحد عم تنتعش ذاكرته قاعد الآن عم برجع من زمان لهلا ندخل بألفين وخمسة بالتأكيد ريمونتادة ليفاربول ريمونتادة ليفاربول تاريخية أمام ميلان من ثلاثة سفر لثلاثة ثلاثة وبذكر جيدا أنا أكتر صورة بتيجي ببالي في تلك اللقطة ركل الجزاء والمتابعة في المرمى لصالح ليفاربول وأيضا منروح لألفين وستة ألفين وستة والله فيها كشوية لقطات الواحد الذكرها واحدة منهم بتذكر زيدان طبعا أكيد بينطح ماتيرازي لكن أيضا بتذكر هدف تيري هنري في البرازيل يعني ألفين وستة كثير في لقطات في بالي احتفال ديل بيرو أمام ألمانيا بس هذا كله ألفين وستة تقريبا ذكرت بتروح بس لكأس العالم أما في ألفين وسبعة فلما تحكي ألفين وسبعة أي حدا بتابع كرة قدم بتلك الفترة بيقول لك عراق آسيا ألفين وسبعة ويتوج بكأس آسيا يعني هذا الشيء كان تاريخي من الصعب جدا نخفز عليه بألفين وثمانية أكثر لقطتين عطول بيجوا عباليها لو أنا بحكي ألفين وثمانية زحلقت جون تيري وتحليقت رونالدو في نفس المباراة النهائية أم ألفين وتسعة فيعني ستة تنين برشلونة ريا مدريد غدارت إنيستا أمام تشيلسي ألفين وتسعة هو عام برشلونة بالمطلق فلازم الواحد يضلوا يحكي برشلونة 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 فيه بشكل بسيط ولو رحنا لألفين وعشرة فأول صورة بتيجي عبالي بألفين وعشرة احتفال مورينيو على ملعب كامدو بالتأهل بعد الفوز ذهابا 3-1 والخسارة بالإياب بهدف مقابل لاشئ لقطة مستحيل أنساها في تلك الفترة أبدا وفي نفس البطولة وفي نفس الموسم في دور الأبطال أذكر هدف آريون روبين في منشستا الوناتد اللي كان بعد كرة طويلة وضربة على الطاير تحت قيادة الويس فانجال أما 2011 فهناك طبعا أول صورة بتروح عبالي عليها ميسي بيحتفل بنهاية دور الأبطال بعد تسجيل وهدف صاروخي في مرمى مان يونايتد وفيه شغلة أيضا تتعلق بكأس آسيا عم بتذكرها هدف اليابان لي يتلعب اسمه كان لي سجل هدف على الطاير في مرمى أستراليا في نهاية كأس آسيا أما في 2012 بلشنا نقرب أكتر وأكتر فعطول بجبالي ضد بيعة آريون روبين إلى ركرة الجزاء أما تشيلسي في النهاية بالوقت الإضافي وفي أيضا لقطتين مهمات جدا هدف مونتاري لمستحين ننساو حكينا عنه قبل أسبوع وأيضا في 2012 هناك الاحتفال الشهير والتاريخي من أكويرو بقيادة مان سيتي للقب أما 2013 فعلى طول بتيجي بالي ربعية ليفاندوفيسكي واحتفاله الشهير هي أول صورة أجد في بالي لما حكيت 2013 ليفاندوفيسكي وأداء خارق جدا في ذلك الموسم 2014 في شوية أحداث الواحد بتذكرها طبعا قفزة راموس التاريخية في العاشرة هدف ماريو جودزي أيضا مستحيل ننسا أمام الأرجنتين في النهاية لقطتين تاريخي أعتقد مسيطرات في ذلك العام بشكل واضح على ذاكرة معظمنا أما بالنسبة لـ 2015 فهو أيضا من أعوام برشلونة المهمة جدا بذكر طبعا أكيد لقطة ميسي أمام بواتينغ وأيضا احتفال الـ MSN ميسي سواريز نيمار بالانتصارات المتتالي دائم تذكر التلاتي مع بعض عم بيحتفلوا بـ 2015 أما في 2016 ففي صورتين على طول بذكرهم سدد يا إيدير والهدف اللي أعطى البرتغال التاريخ طبعا والجماهير بتمزح فيه بكلمة سدد يا إيدير وأيضا بنفس الوقت لقطة فاسكس وهو ذاهب هيك بتحسه شاب صغير راح يستدرك للترجيح الأولى لريال مدريد قبل التتويج في دور الأبطال 2017 أنا كمشجع لليوبي أذكر تسديدة كاسيميرو من بعيدة أنا أطول بروح عقلي على كاسيميرو وعلى التسديد البعيد جدا في دور الأبطال دائما يعني بتفوز قاعد بذاكرتي أنا تحديدا 2018 كثير يعني لقطة صلاح أمام بريال مدريد في النهائي كاريوس والكرة المعارفة يمسكها أيضا في النهائي وب2018 كان أيضا في مقصية رونالدو في يوفينتوس وأيضا في نفس السنة كان انتقار رونالدو إلى يوفينتوس وتغيير قميص غير متوقع وتاريخي جدا 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 أما في عام 2019 فبتروح ذكرتي على طول لربعية مانشستر سيتي التاريخية المحلية كأنها يعني الصورة المستحيل لوحد يقدر ينساها ومن ذلك تسديدة كومباني الرهيبة أمام لستر اللي خالف فيها كل أفكار غوارديولا وجاب فيها اللقب أبما 2020 فيعني موضوع كثير صعب أولا ليفربول بجيب اللقب ليفربانريك بعد سنوات طويلة من الغياب أيضا 8-2 بايرام يونيك وأيضا موجود كورونا في كورت القدم والكمامات في الجمع والملاعب الخالية طبعا في كثير صور حتيجع بال كل واحد فينا مختلف أنا حكيت الانطباع الأول اللي إجع بالي وأنا بحكي الآن دوركم تعرفوني أنا شخص ديمقراطي وحب أسمع تعليقاتكم أي سنة احكوا لي شو أول صورة بتيجي فيكم ويلا ويعطيكم العافية بدي روح أكمل لعب والسلام عليكم ورحمة الله